في الفيديو ده هتتعلم طريقة بديلة لاستخدام View 3 مجانا وازاي تقدر تعمل شخصية تقدم محتوى مكانك وتثبت الشخصية في كل المشاهد وكل ده من موبايل الفيديو ده مهم جدا للناس اللي حابة تستخدم الذكاء الاصطناع من الموبايل هتتعلم ازاي انت ممكن تعمل صور باستخدام الذكاء الاصطناع مجانا وهتتعلم ازاي تعمل الشخصية وازاي تثبت الشخصية في اكتر من صورة مش كده بس ده احنا كمان هنستخدم اكتر من اداة عشان نقدر نعمل الصورة دي ونحولها الفيديو نخليها تنطق اي كلام احنا عايزينه فلو انت مهتم تتعلم اكتر عن كافية استخدام الذكاء الاصطناع التوليدي باستخدام الموبايل فالفيديو ده هيكون مهم جدا لك فعشان تشوف الفيديو ده وتشوف الفيديوهات الجاية لازم تشترك في القناة وتفعز الجرس علشان يوصلك بشعار بكل الفيديوهات الجديدة ويلا بينا نبدأ الفيديو هنبدأ مع بعض بموقع انشاء الصور هندخل هنا على كروم وهنكتب في البحث جوجل ويسك وبعد كده نضغط على بحث هندغط على اول رابط اللي هو جوجل لابس هيفتح معك الصفحة دي بس هيقول لك هنا ان الموقع مش متاح في بلدك وده لان الموقع مش متاح في بعض الدول زي الشرق الاوسط فالحل هنا ان احنا محتاجين نستخدم في بي ان هنخرج من المكان اللي احنا فيه ده وبعد كده هنروح ندخل على متجر جوجل بلاي وهنيجي هنا في البحث هنبحث عن حاجة اسمها يوفو في بي ان وبعد كده نضغط على بحث هيظهر لك هنا التطبيق يوفو في بي ان هتضغط عليه بالشكل ده وبعد كده هتعمله تثبيت بعد ما يخلص تثبيت هتضغط على فتح هيفتح معك الفي بي ان بالشكل ده يوفو في بي ان تطبيق هيساعدك تتصفح الانترنت بامان وسرية تامة ولو انت حابب تتصفح مواقع مختلفة او تشوف محتوى من دول تانية زي امريكا او كندا او حتى اليابان التطبيق ده هيوفر لك خوادم في اماكن كتير حواني العالم يعني تقدر تشوف مسلسلات وافلام على منصات زي يوتيوب نيتفليكس وانت مرتاح من غير ما تواجه مشاكل في السرعة والحظر التطبيق كمان بيوفر لك خوادم مجانية تقدر تستخدمها من غير ما تدفع ولا حاجة وكمان عندك ميزة الكيل سويتش اللي بتحميك لو حصل اي مشكلة في الاتصال يعني مش هتتوقف عن التصفح فجأة كمان فيه حماية ضد الاعلانات المزعجة اللي ممكن تبوز تجربتك على الانترنت ومش بس كده لو بتحب الالعاب يوفر لك خوادم مخصصة لالعاب زي روب لوكس بابجي موبايل والعاب تانية يعني هتقدر تلعب بامان وسرعة عالية في اي مكان في العالم التطبيق ده سهل لاستخدام وسريع وبيخليك تتمتع بتصفح امن من غير اي قيود كمان تقدر ان انت هتستخدمه سواء من الاندرويد او الاي او اس او الماك او الويندوز فلو عايز تحافظ على خصوصيتك او توصل لمحتوى مش متاح في بلدك تقدر تجرب دلوقتي يوفو في بي ان وهسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو هتضغط على سماح وهيجي هنا هتظهر لك الصفحة دي الواجهة الرئاسية بسيطة جدا ليوفو في بي ان كل ما عليك ان انت هتضغط على اضغط الاتصال وبعد كده نضغط على حسنا تقدر هنا تختار الدولة اللي انت عايزها لو ضغطت على السهم ده هجيب لك اكتر من دولة تقدر تستخدمها بشكل مجاني احنا هنختار الدولة دي ونختار اي حاجة مجانية فيها وبعد كده هنخرج من دي ونروح تاني نفتح جوجل ويسك من هنا بس ايا كان طريقة تستخدم موبالك حتى لو ايفون هنروح تاني نفتح جوجل ويسك بس هنخرج منها ونفتحها تاني يعني هنيجي هنا نبحث عنها تاني من اول وجديد هنروح تاني هنا للبحث وهكتب جوجل ويسك وابحث عنه تاني واضغط تاني على اول رابط المرة ده هيفتح ولكن بشكل مختلف هنا اصبح عندك الدخول متاح لجوجل ويسك لو ضغطت على هيدخلك على الصفحة دي دي الوجهة الرئيسية لموقع ويسك بعد ما عملنا الواجهة بسيطة جدا عبارة عن مربع بتكتب فيه اللي انت عايز تحوله لصورة وهنا طبعا ممكن تضيف هنا صورة تعمل زيها او شبهها هنا تقدر تختار الابعاد اللي انت عايزها ستاشر لتسعى لو هتعمل الصورة عريضة تسعى الستاشر لو هتعملها طويلة واحد لواحد لو هتعملها مربعة بالاضافة ان انت هنا بقى عندك بعض الاعدادات زي الكواليتي تقدر تختار بستي كواليتي او كواليتي عادية بالاضافة للسيد نومبر وده رقم مهم جدا بيتم تثبيته في حالة لو انت عايز تعمل تثبيت للشخصيات عن طريق الافل ده وهنشرح دلوقتي ازاي انه نستخدمه بالاضافة طبعا ان انت لما بتيجي تكتب الوصف اللي انت عايزه بتضغط على العلامة عشان يبدأ يعملك التصميم عشان نعمل صورة كويسة محتاجين احنا نعمل برومت او وصف كويس وعشان نعمل برومت كويس محتاجين احنا نستخدم تشاتجي بيتي لو انت مش هتعرف تكتب البرومت بشكل احترافي تشاتجي بيتي هيساعدك في كتابة البرومت فهننروح دلوقتي للشاتجي بيتي عشان نطلب منه يعمل لنا برومت هنخرج من هنا وهنروح نفتح تطبيق شاتجي بيتي هنفتح تطبيق شاتجي بيتي من هنا وطبعا لو انت عاوز تحمل تطبيق شاتجي بيتي فانت بكل بساطة هتدخل على مدجر بلاي او مدجر ابل وهتكتب شاتجي بيتي لو هو مش متحمل عندك هيقولك تحميل او تثبيت ولو هو متحمل هيقولك خلاص فتح وهنا طبعا فيه تحديث فانهضت على تحديث عشان يكون محدث بعد ما يعمل تثبيت هتضغط على فتح فهيفتح معاك على طول بالشكل ده هتيجي هنا في المكان ده بعد ما تسجل حساب في التشاتج بيتي وهتبدأ ان انت تعمل محدثة فهنددله امر الامر بسيط جدا هقوله كم بكتابة برومت بالانجليزية لشاب عمره 25 عام يرتدي نضاره وشكله انيق يظهر بخلفية رائعة وهجلس امام الكاميرا وهتحدث اليها كالي يوتيوبر وبعد كده هضغط على ارسال هيبدأ تشاجي بيتي ان هو يكتب لي البرومت اللي انا عايزه بالشكل ده بدأ يجهز البرومت بالشكل ده بمفروض ان انا دلوقتي هحدده وبعد كده هبدأ ان انا اخد الكلام ده واروح به على جوجل ويسك هنحدد الكلام ان احنا بنفضل دايسين عليه كده وبعد كده بنضغط على تحديد نص وهتيجي هنا هتحدد النص اللي انت عايزه اضغط كده مرتين وبعد كده هنحدده بالشكل ده ونضغط على نسخ هنخرج بعد كده من هنا خالص ونرجع تاني لجوجل ويسك هنرجع هنا لجوجل ويسك وهنجي هنا في المربع ده وهنضغط كده بشكل مستمر لحد ما تظهر كلمة لسك هنضغط عليها بالشكل ده فيكتب لك هنا البرومت اللي احنا عملناه هتتأكد ان انت اختارت البعد المناسب وبعد كده هنجي هنا هنضغط على العلامة دي ونختار هنا ان القفل ده يتقفل ليه بقى؟ عشان بعد كده يستخدم الرقم ده في عمل تصميم ثابت لاي صورة انا هعملها بعد كده فهاجي بعد كده اضغط على علامة هيبدأ دلوقتي يعمل لي تصميمين بالشكل ده عملك هنا تصميمين بالشكل ده تصميم كويس ربما ممكن يكون فيه خطأ بسيط هنا في شكل المايك ولكن التصميم كويس ايه اللي هيحصل لو احنا ضغطنا على جينيريت تاني واحنا هنا مفعالين ان ده يكون مقفول اللي هيحصل ان احنا لما نضغط كده هيعمل صورتين تانيين بس تعاني نشوف هيطلعوا معنا ازاي تقريبا نفس الصورتين يعني لما تجد نشوف الصورة اللي فوق الصورة اللي تحت هما نفس الصور معين المفروض ان الزكاء للصناعة مش بيعمل الصورتين شبه بعض بس عشان انت قفلت رقم السيد في الحالة ديت الصورتين هيطلعوا شبه بعض هيجي حد يقولي طب دلوقتي انا عايز اعمل تغيير للصورة بس تكون الشخصية ثابتة التغيير هيكون ازاي هو هنا مفروض قاعد وماسك مايك او لابس مايك وبيتكلم احنا محتاجين مثلا ان هو يكون لابس هيدفون فمحتاجين ان احنا نعمل تعديل على البرومت ده ان هو يكون لابس هيدفون الموضوع ممكن يبقى بسيط جدا ان انت ممكن هنا تيجي وتضيف التفاصيل البسيطة دي ان هو يكون لابس هيدفون فهتضيفها في المكان المناسب هنا مثلا بيقولك ان هو لابس جلاصز وحاجاته زي كده فممكن نيجي هنا بعد التفاصيل البسيطة ديت او نيجي هنا ونروح كاتبين ايه ان هو ويرينج هيدفون هقول بقى ويرينج جلاسز اند هيدفون وبعد كده هضغط على جينوريت هيبدأ يعمللي تصميمين جداد بسيطرة التصميم دي هتطلع شكلها عامل ازاي هنا عمللي تصميمين بالشكل ده وهطلع زينا ان هو لابس هيدفون بالشكل ده طب تعالي كده نطلع فوق ونشوف الشخصية بتاعتنا هو هنا نفس الشخصية دي هي الشخصية اللي تحت بس لابس هيدفون ازا فحنا هنا يدرنا نثبت الشخصية هل ممكن نعمل تعديل تاني ممكن ان احنا نعدل في مثلا اللبس بتاعه هو يكون لابس مثلا تشيرت مختلف فممكن نيجي هنا ونكتب هنا بعد جلاسز هنعمل كده كومة ونكتب ونضغط على جينوريت تعال نشوف كده هيغير لنا تشيرت ولا لا هنا هتلاحظ ان هو غير لنا تشيرت ومهنة الشخصية تحس ان هي ثبتة زي ما هي قدرنا هنا ان احنا نغير التفاصيل ولكن مع عسابات الشخصية تمام انت دلوقتي عملت الشخصية بشكل مختلف تقدر بكل بساطة ان انت تقدر تضغط على دون لود فهيحمل لك الصور اللي انت عملتها اختار بقى الصور اللي تنسبك بحيث لو انت عايز تعمل اكتر من فيديو لنفس الشخصية تقدر تعدل عليها بعد كده زي ما انت عايز او تطلعها بشكل مختلف لو خرجت من هنا وروحت على الستوديو هتلاقي الصور بتاعتك موجودة هنا بالشكل ده دلوقتي احنا معنا الصور فمحتاجين ان احنا نعمل تعليق صوتي تعالوا نشوف ازاي ان احنا نعمل تعليق صوتي عشان نركبه على الصور دي ونخلي الصورة تتكلم عشان نعمل تعليق صوتي هنستخدم ادامة جانية تماما وبتعمل الصوت بواقعية شوية هنروح هنا تاني على جوجل كروم وهندخل في البحث هنبحث عن جوجل اي اي استوديو هتتبه وتضغط عليها بالشكل ده وعد كده تختار اول رابط هفتح معك الصفحة دي ابحث كده او خش يمين وشمال لحد ما تلاقي اضغط عليها كده هتظهر لك الصفحة دي اول حاجة هنعملها هنروح على الاعدادات هتظهر لك من الاعدادات القيمة دي هتروح اول حاجة هنا تختار دي بتعمل الصوت بشكل اكثر دقة واحترافية وهنا بيقولك انت محتاج صوت شخص واحد ولا شخصين شخصين لو انت هتعمل محادس ما بين اتنين شخص واحد يبقى نختار وهنا بعد كده بيجي اقولك اختار بقى انت لو في مودل لا محتاج تختاره في بتاعت الصوت ولا كده انسيبها زي ما هي ممكن نقللها عادي بتختار هنا الصوت اللي انت عايزه تقدر تدوس على تشغيل عشان تسمع الصوت لو عجبك الصوت اضغط عليه اختاره كده طبعا عشان ما يحتاجين صوت تولد فانا هختار نفس الصوت وبعد كده هاجي هنا في المكان ده هيقول لي اكتب النص اللي انت عايز تحوله للصوت فانا هجاهز الصوت الاول كده نشتغل عليه انا كنت مجاهز تعليق صوت معين هنكتبه هنا بالشكل ده بيقول الكلام ده بقى في الفيديو ده هتتعلم طريقة بديلة لاستخدام فيو ثري وهتتعلم ازاي تعمل شخصية ثابتة تتكلم ويتقدم المحتوى مكانك عايز اعمل الصوت ده عشان اقدمه في اول الفيديو وبعد كده هضغط او هنزل تحت اضغط على الرن فهيبدأ دلوقتي انه هو هيعمل الصوت بالشكل ده في الفيديو ده هتتعلم طريقة بديلة لاستخدام فيو ثري وهتتعلم ازاي تعمل شخصية ثابتة تتكلم ويتقدم المحتوى مكانك طبعا الصوت ممتاز جدا فهنضغط على التلات نقط دول وبعد كده نعمله تنزيل هيحمل عندك في المكان اضغط على تنزيل الملف مرة اخرى هيحمل عندك في الموبايل كده عملنا اول صوت محتاجين نعمل كمان صوت هنرجع هنا نشيل الكلام ده ونضيف كلام جديد الكلام المرضي بقول هتتعلم ازاي تعمل شخصية وازاي تثبتها في اكتر من شكل بحيث تظهر معاك في الفيديو باوضاع مختلفة وبعد كده ننزل تحت نضغط على الرن هيضل الوقت يعمل لنا الصوت الجديد بالشكل ده هتتعلم ازاي تعمل شخصية وازاي تثبتها في اكتر من شكل بحيث تظهر معاك في الفيديو باوضاع مختلفة الكلام زي الفلو مفوش اخطاء هنيجي بعد كده نضغط على الثلاث نقاط دول وبعد كده نعمل تنزيل علشان يكون معانا الملف التاني للصوت وبعد كده هنتقل لمرحلة مهمة احنا عشان نعمل ان احنا نخلي الصورة بتاعتنا تتنطق الكلام ده محتاجين نستخدم موقع اسمه دريم فيس عايز بس اوضح لك حاجة مهم احنا دلوقتي معانا الصوت ومعانا الصورة علشان نحط الانتين على بعض احنا هنستخدم موقع دريم فيس بس موقع دريم فيس بيقدر يحط الصوت على فيديو مش على صورة فاحنا محتاجين نحول الصورة اللي معانا الفيديو وهنا انا هستخدم موقع اسمه دريمينا بما اننا هنا مفعالين في بي ان زي ما احنا فانا هدخل على جوجل كروم وهكتب في البحث دريمينا وبعد كده اختار دريمينا اي اي هيجيب لك هنا الرابط ده دريمينا دوت كاب كت اضغط عليه بالشكل ده هيحولك على الصفحة دي هنجيب على كده نضغط على هتنزل تحت هنا تضغط على والمفروض ان انت هيظهر عندك هنا في المكان ده هتضغط على فيجي يقول لك جوجل او اي 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 ميل تاني انا اختار على طول وهختار الايميل اللي انا هستخدمه وهضغط على متابعة هيطلق منك بعض التفاصيل زي السن اكتب سن يكون كبير يعني يكون اكتر من تمنتاشر سنة وبعد كده تضغط على هيفتح معاك الصفحة دي بالشكل ده اي حاجة هتظهر لك اقفلها وتعالي با اقول لك ازاي هتقدر تحول الصورة لفيديو كل بساطة هتلاحز هنا عندك في حاجة اسمها اي 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 امج اضغط عليها كده هيجيب لك اي اي فيديو بس لازم اعرفك ان الحاجات دي مش هتظهر لك اللي ازا كنت مفعل اللي انا قلت لك عليه في الاول هنيجي هنا بعد كده هتلاحز ان هو جايب لك علامة الصورة دي او العلامة الزائد دي لو ضغطت عليها هيجيب لك الصورة اللي عندك على الجهاز اختار الصورة اللي انت عايز تخليها تتحرك وبعد كده بعد ما اضيف الصورة تعال هنا في المكان ده واضيف بقى اي وصف معين عشان يساعدك في تحويل الصورة لفيديو هنا مثلا بقوله ان في شخص هنا ظاهر في الصورة وبتكلم امام الكاميرا الكلام ده لو انت مش طعف تكتبه بنفسك ممكن تستعين بالشارتج بتي وبعد كده هنضغط على جنوريت هيبدأ دلوقتي ان هو يحول الصورة اللي انا اضفتها له لفيديو بالشكل ده بعد ما يخلص الفيديو هيظهر معك بالشكل ده هنروح هنا نشغل الفيديو هتلاحز هنا فيه حركة حلوة في الفيديو بالشكل ده الراجل بيتكلم بشكل كويس وبيحرك ايده يعني بص تحس لكده ان هو الموضوع كبير لو راحت هنا ضغطت على تلات نقط دول لو قفت على الفيديو كده تقدر تضغط على علامة فتقدر تحمل فيديو عندك على الموبايل تعالى بعد كده نروح لمرحلة بعد كده وهي مرحلة موقع دريم فيس زي ما احنا هنا هنضغط على الصفحة الرئيسية وهنروح هنا نبحث عن دريم فيس هنختار دريم فيس بالشكل ده وبعد كده تضغط على اول رابط هيفتح معاك الصفحة دي هنروح هنا في الصفحة دي طبعا هيجيب لك هنا حاجات كتير تقدر تختار هنروح هنا في الصفحة دي هنروح هنا على التلات نقط او التلات شرط اللي فوق دول وهنختار هنا حاجة اسمها فيديو لبسينك. هنضغط عليها بالشكل ده. هيفتح معك الصفحة دي. هتنسل تحت هنا وتضغط على فيديو. هيحولك على الصفحة دي. فالصفحة دي بقى بمفرد ان انت بتضيف الفيديو بتاعك وتضيف الصوت عشان يحوله لك الفيديو. بس لازم تسجل حساب في الموقع عن طريق او اضغط على واختار جوجل على طول لو هتسجل بجوجل. على طول هنا هيفتح معاك الصفحة دي وانت مسجل حساب. هنيجي هنا نضغط على علامة الزائد دي. هيقول لك على الصور اللي ينفع ترفعها او الفيديوهات اللي ينفع ترفعها عشان تكون مناسبة. ان هو يكون الشخص يزال يهر بشكل كويس. هنروح هنا نضغط على علامة الزائد دي. وهيجيب لك الفيديو اللي انت عملته هو اخر حاجة. اضغط عليه بالشكل ده. طبعا هو احنا جبناه من الموبايل بتاعنا من الستوديو. هيبدأ ان هو يرفع الفيديو هنا بالشكل ده. رفع لنا الفيديو ولكن احنا محتاجين نرفع الصوت. هننزل تحت هنا هتلاحز فيه حاجة اسمها اضغط عليها بالشكل ده. هيجيب لك الصفحة دي. فيه هنا بيقول لك اللي تقدر تكتب نص وتحوله لصوت. وفيه هنا الصوت اللي احنا نقدر نحمله او نسجله من نفسنا عشان نستخدمه. انا هنا هتحمل الصوت اللي انا عملته في الاول. هتضغط على ابلود اوديو او فيديو. بعد كده هتضغط على الصور والفيديوهات. هتدخل على بتاعك تضغط على تلت شرات دول. واضغط على منطقة الصوت. وبعد كده هتروح تضغط على مجلدات ومن مجلدات نضغط على اجيب لك الاسوات اللي انت حملتها. اختاره الصوت وبعد كده اضغط على تام. ايا كانت الطريقة اللي هتقدر توصل بها للصوت بتاعك. ايا كان المكان. حمل الصوت وتأكد انه هو. في الفيديو ده هتتعلم طريقة بديلة. وبعد كده اضغط على سيبدأ ان هو يضيف الصوت بالشكل ده. مجرد ما تضغط على generate هيبدأ دلوقتي ان هو يحول لك الصوت والفيديو للفيديو تاني ولكن هيخلي الشخص ده ينطق الكلام ده اضغط على generate وتعال نشوف النتيجة خلص الفيديو بتاعنا بالشكل ده تعال نضغط عليه وازاي تقدر تعمل شخصية تقدم محتوى مكانك في الفيديو ده هتتعلم طريقة بديلة لاستخدام view 3 مجانا وازاي تقدر تعمل شخصية تقدم محتوى مكانك وتثبت الشخصية في كل المشاهد وكل ده من موبايلك هتلاحظ هنا ان الحركة حلوة جدا وبيحرك ايده وبيتكلم الكلام اللي احنا بنقوله وكأنه بيتفاعل معاك بصراح موضوع تطور جدا بس هنا طبعا هتلاحظ هيبه فيه علامة مائية بسيطة تقدر انت تعليجها ببرنامج المونتاج بحيث ان انت تضيفها للفيديو بتاعك هتقدر تحمل الفيديو وضغط على download تلقائيا هيتم اضافة الفيديو عندك في الموبايل اصبح عندك فيديو تم انشاءه بالذكاء الاصطناعي يكلم الكلام اللي انت عايزه تقدر تضيفه كمقدمة للفيديوهات بتاعتك او تقدر تعمل محتوى يخليه يقدم محتوى مكانك بنفس الطريقة دي انك بتضيف الصوت وهو بيخلي الشخص اللي في الصورة هو اللي يتكلم الكلام اللي انت عايزه سواء بصوتك او باي صوت تاني اتمنى تكون استفدتم الفيديو لو عجبك انه عادي من الفيديوهات وحابب تتعلم اكتر ازاي تستخدم او التوليد الفيديوهات والصور بالذكاء الاصطناعي اكتب لي ده في تعليق وان شاء الله استمر معاكم في شرح فيديوهات اكتر عن استخدام موبايل في انشاء في استخدام الذكاء الاصطناعي لو عجبك الفيديو دوسلايك وما تنساش تسيب لي الاراك في تعليق لو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقات وفعل زي الجرس عشان ان نصلك شار بكل الفيديوهات وفي النهاية السلام عليكم